أبرز كمان الحالات اللي انتو جمعتوها والشغل اللي ما بين المديرين الفنيين طيب خلالنا نتكلم بقى نبدأ بالنادي الأهلي شايفه عامل ازاي مؤخرا ورجوعا لك شهاب نادي الأهلي بعد كده قبل الانتقال لنادي الزمالك بس كان فيه منشط كده تقال بعد المباراة يعني الطرف الأفضل هو الخزر في المباراتين كان دايما يتقال كده فتحديدا وتحديدا كانت على مبارات الأهلي اللي يكلم على سيراميكا والآهلي وبيراميز والزمالك يمكن أنا بس بيراميز كان أفضل من الزمالك على فترات لكن بالنسبة لي سيراميكا هو كان يعني أفضلية مطلقة خلال المباراة وكانت واضحة للجميع يعني إنه اللي تقلق طاهر محمد طاهر الفردي في كرة سابتة أو الضغط اللي حصل من أول الجيم كان الوضع كان هيبقى مغاير يمكن هو الهدف الأول شوية قد تحرر لكابتن عامل رماضي ولعبته جوه الجيم إنه خلاص إحنا نزلين خسرنين واحد سفر فخلى الشكل يبقى بالمنظر ده في رأيي في أسباب فنية وغير فنية هي اللي خلت إنه دي الأهلي يظهر بالمظهر اللي شفناه أمام سيراميكا أول حاجة الأهلي كان عليه ضغط كبير جدا بعد مباراة السوبر الأفريقية يعني فكرة إنه هو يخسر عايز صالح الجماهير ويخسر مرافل بتاعه وعايز يعوض ده عمل ضغط كبير جدا وبرده نقطة ثانية مهمة جدا أنا رأيي إنه نقطة فنية فكرة الراجل كان حابب إنه هو يعمل بكلم عنه هنا على مرسل كولر كان عايز يريح اللعيبة الدولية فعمل ثورة في التشكيل ولو نلاحظ آخر فترة التشكيل كان يعتبر سابت للنادي الأهلي ومرسل كولر فشوية عملت لغبطة لفرقة النادي الأهلي لعيبها كتير قوي مش جاهزة يعني بتتكلم على كريم ندفد أنا شايف إنه هو مش جاهز فكرة إنك تلعب بإمام عشور وينج أنا أعتقد آخر مباراة لعيبها إمام عشور وينج وهو موجود مع نادي الزمالك قبل ما ينتقل ويبقى موجود في النادي الأهلي ده من كتير لإن إمام عشور تعدل مركزه المركز دمانيا مع نادي الزمالك فإنك تتكلم إمام عشور ممكن يكون عادة 3-4 مواسع ملعبش مركز الجناح في المركز ده فكان فيه شوية حاجات جوه الجيم تخلي إن النادي الأهلي يظهر بالمظهر ده وهنقولها بقى قصة الحلقة طبعا لما هنبدل نستعرض الحلقة